اشتركوا في القناة الخريج للفورميلة واحد والتي تعد أحد أهم الفعاليات وأضخمها في مملكة البحرين وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير أن مطار البحرين الدولي يعتبر المنفذ الرئيسي لكافة المشاركين وزوار المملكة في سباق الفورميلة واحد والذي يمثل إحدى أبرز الفعاليات التي تحتاج لاستعدادات مكثفة وتحضيرات مسبقة سواء من الناحية اللوجستية أو القدرة الاستعابية الجدير بالذكر بأن مطار البحرين الدولي قد استقبل حتى الآن ثماني طائرات وسبعة وثمانين شاحنة محملة بالمعدات والسيارات والمركبات الخاصة بسباق في حين من المتوقع استقبل المزيد خلال اليومين السابقين لسباق أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة خمسة وأربعين بالمئة وإصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال المدفوع يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية لسنة المالية المنتهية في ديسمبر الفين وثمانية عشر حيث بلغت صافي الأرباح قرابة ثلاثة وعشرين مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها أحد عشر بالمئة عن عام الفين وسبعة عشر المزيد من التفاصيل في تقرير التالي رغم التحديات التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الحاضر إلا أن شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعلن عن نتائجها المالية المرضية التي حققتها في العام الماضي لتسجل أعلى أرباحها على الإطلاق قرابة ثلاثة وعشرين مليون دينار بحريني جاءت نتاجاً لتلك المرونة ومتانة النموذج التجاري المتنوع للشركة وكفاءة عملياتها التجارية لسيما التطبيق الجيد لمبادرات الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث الماضية منذ الفين وستة عشر حتى الفين وثمانية عشر أنا سعيد جداً أن سنة ألفين وثمانية عشر حققت أعلى أرباح في تاريخها ومع أنها حققت أرباح جداً ممتازة في السنوات السابقة بس هذه السنة كانت سنة استثنائية ومميزة وإن شاء الله نتوقع في المستقبل أيضاً نتائج مبهرة وممتازة مثل هذه السنة هذه النتائج تعكس أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها ففي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي انتهجت الشركة سياسة تحسين جودة محفظة القروض وتعرفت عن كثب على التغيرات الجديدة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الرئيسية وكانت للشركة مساع حثيثة لإدارة التحصيل والشؤون القانونية تكللت في تحسين الديون المتعثرة وسيطرت عليها عند نسبة مقبولة بلغت 2.98% من إجمالي محفظة القروض شركة البحرين التسييلات التجارية عندها مجموعة من الأنشطة التجارية عندنا طبعاً العمود الفقري هو تسييلات البحرين التي تقوم بعمليات الأقراض عندنا عدة منتجات تحت سقف أو تحت مظلة تسييلات البحرين هي القروض الشخصية القروض السيارات بشقيه الجديد والمستخدم وعدنا القروض العقارية وعدنا بطاقة امتياز البطاقة الأيتمانية تحت مسمى وتحت شعار امتياز عدنا طبعاً امتياز فورهير وعدنا امتياز بلاتينوم وعدنا امتياز وولد وعدنا امتياز تيتينيوم نظراً لما تتمتع به شركة البحرين للتسييلات التجارية من وضع مالي متين ستواصل الشركة ترسيخ أسس قواعد العمل المشترك مع جميع شركائها لتنفيذ مبادرات تجارية واعدة في الوقت الذي ستواصل فيه الشركة جهودها الحثيثة في تحسين خدماتها وابتكار منتجات جديدة بغية تلبية احتياجات الزبائن لتتماشى مع حياتهم العصرية للنشرة الاقتصادية ايمان شرف تلفزيون البحرين ونتبع الآن سعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث اغلق مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.56% باقفال عند مستوى 1480 نقاط وكانت ابرز المؤشرات المتراجعة اليوم قطاع البنوك التجارية والاستثمار ويضا الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4 بلايين و112 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 506 ألاف دينار تم تنفيذها من خلال 87 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نتابع السوق المالي السعودي قفلت على ارتفاع بنسبة 0.14% بإقفال عن مستوى 8678 نقطة وذلك بتأثير من تراجع ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة السعودية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة 0.73% بإقفال عن مستوى 5900 نقطة وذلك بتأثير من تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي في تدولة اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية قفلت بإرتفاع بنسبة 0.17% بإقفال عن مستوى 5126 نقطة بسبب تقدم الأسهم القيادية في قطاعي الطاقة وأيضا البنوك سوق دبي المالية قفلت على تراجع أيضا بنسبة 0.73% بإقفال عن مستوى 2615 نقطة بتأثير من أسهم أو تراجع أسهم قطاع العقارات أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية شهدت تراجعا كان الأكبر في إقفال اليوم بنسبة 1.90% بإقفال عن مستوى 4049 نقطة مع هبوط كبير لمؤشر القطاع المالي أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية استمراره في إضافة سنوات استحقاق أطول في منح العائد الحكومي لأدوات الدين المصدرة باسم المملكة وقال المكتب في بيان صحفي إنه أتم أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة مضيفا ثلاث سنوات استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدار عام 2018 ويساهم الإصدار الجديد ذو الخمسة عشر عاما في خلق طلب في السوق لهذه الأجال مما سيخلق مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة وتبكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الشركة ستبني نشاط غاز عالميا وتحول مزيدا من النفط الخام إلى كيمويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية وقال الناصر في كلمة خلال مناسبة للقطاع في بكين إن أرامكو تبني جسرا للطاقة بين المملكة العربية السعودية والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في أسيا فضلا عن الكيمويات والغاز الطبيعي المسال وأضاف الناصر إن استراتيجية أرامكو للتوسع في الغاز تحتاج استثمارات تقدر بمائة وخمسين مليار دولار على مدى العقد القادم مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج وأن تصبح مصدرا للغاز لحقا نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أوبر تستحوذ على منافستها كريم رسميا في صفقة تقدر بأكثر من ثلاث مليارات دولار مرر البرلمان البريطاني تعديلا يمنحه دورا أكبر في تحديد مسار البريكزيت في صفعة جديدة لرئيسة الوزراء تريزامي التي استقبلت أو استبقت تتصويتها بتأكيد رفضها لهذا التعديل ويتيح التعديل الذي أقر بأغلبية للنواب أن ينظموا سلسلة من عمليات التصويت بشأن الخيارات الممكنة للخروج من الاتحاد الأوروبي مما فيها البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء ثاني أو الخروج دون اتفاق أو حتى إلغاء بريكزيت برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي من جانبها أصدرت وزارة بريكزيت بيانا أعلنت فيه أن هذا التعديل يخلق سابقة خطرة لا يمكن التكهن بنتائجها في المستقبل دعا الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في مختلف القطاعات في باكستان موضحا أن حكومة بلاده تعمل على تحسين البيئة التجارية وتوفير التسهيلات للمستثمرين الأجانب وإلتقى الرئيس الباكستاني الممثلة العليا لالتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغيريني التي تزور باكستان حاليا واتفقت باكستان مع الاتحاد الأوروبي على خطة شراكة استراتيجية جديدة تشمل مختلف المجالات وقال رئيس الخارجية أو وزير الخارجية الباكستاني إن خطة الشراكة سيتم توقيعها رسميا في بروكسل وستضع الأساس لمستقبل مشرق بين بلاده والاتحاد الأوروبي وقعت فرنسا 15 عقدا تجاريا مع الصين بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار يورو بينها صفقة ضخمة لشراء بكين 300 طائرة إيرباس وعقد قيمته مليار يورو مع إي دي أف لبناء مزرعة رياح بحرية في الصين ووقعت فايفا الفرنسية ومجموعة مواد البناء الوطنية الصينية اتفاقا بمليار يورو للتعاون على صعيد وفرات الطاقة في الدول النامية كما وقعت شركة فرنسية مع مؤسسة بناء السفن الوطنية الصينية اتفاقا قيمته 1.2 مليار يورو لتشييد 10 ناقلات واتفق الجانبان أيضا على رفع حضر مفروض على صادرات الدواج الفرنسية قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون إن الحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي مضيفا أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي في أوروبا وقال ليبتون خلال مؤتمر في لشبون إن هذا ليس شأن أوروبا وحدها فالولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها ماليا كذلك وأثرت الحرب تجارية الدائرة والتي بدأت قبل حوالي ثمانية أشهر على تدفق بضائع بمليارات دولارات بين البلدين ولا نتابع أبرز مؤشرات لسواق العالمية وسعر النفط والمعدن الرئيسية وفي الخبر الأخير أعلنت شركة كريم لخدمات حجز سيارات الأجرة عن توصلها لاتفاق مع أوبر تستحوذ بمجبه منافستها الأمريكية أوبر عليها مقابل 3.1 مليار دولار ووفقا للاتفاق ستصبح كريم مملوكة بالكامل لأوبر الرائدة عالميا في قطاع حجز وطلب سيارات الأجرة عبر الهاتف وبعيد الاتفاق ستعمل كريم التي تتخذ من دبي مقرا لها بشكل مستقل مع علامتها تجارية وخدماتها حيث ستحافظ على تطبيقها وعملياتها